اشتركوا في القناة اهلا بكل مشاهدين اصدر بلد من كل مكان كل سنة وانتم طيبين طبعا شم النسيم خلاص على الابواب وبدأت الاستعدادات لأكلة الفسيخ والرنجة والبصل الاخضر وده زي ما احنا متعودين عليه المصريين من ايام الفرعنة الاكلة الرسمية لشم النسيم تعالوا بقى نعرف الاسعار السنة دي سعر الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة سعرها بكام وكمان نتعرف اكتر على طريقة تخزين وتخليل الفسيخ والرنجة مسائل خير ازاي حضرتك كل سنة وحضرتك بخير وحضرتك صير اعوزها بقى امد دقييا كده اعرف منك ان انت قلتلي ان انت عندك فسيخ مملح وفي سيخ وسط وفيه فسيخ بيكون دلع على حسب كل سبون وبيحب ايه أكيد بوسي في عم بك المناظر ومحتاج النسبة ليلة أو سنبالة في عم بك اللي بتكافي نسبة ليلة ازيادة وفي الحاجة بقى ده وبقى على حسب طلباتنا بزافت كل سبون وليه طلبه انت عندك الانواع دي كلها انت موفرها له تمام انت قلتلي ان انت اصلا انت في الشغلانة دي عيلتك بقى لكو 80 سنة 80 سنة انت حاليا يعني انت تقريبا الحفيض الاصغر اصغر حفيض فيهم فيه تمام ايوة يعني انت قلتلي ان انت صغير انت طالع متربي على الفيسيخ والرنجة انت شكلك صغير بزافت كلها الفكرة ان احنا منشئين عليها حياتك كلها اكل فيسيخ والرنجة ويشترع عام متى وعندنا من الكيسة من شراء عشرة وثوية بسيخ عام متى موردي اللي عب او جدك هو الحمد لله انت الكيسة بس هي الفكرة في كده او حياتك وايسة وعالم احنا نزل الماء برضو معنا لعنا بس اطرابي على زبان بالضبط عندك كلاف سيخة الممكن تقريبا مثلا الاسيل الواجهة ممكن في الكالية تقول مثلا كده تبقى 600 كرامر و50 كرامر او دي معدية نصف كيلو وليت ممكن تبقى 400 كرامر و50 كرامر او تمام كيلو وقا الف سيخ بكايم عندك حاليا دلواتي 380 كرامر و120 كرامر او كل حاجة وحسب الحجم الحجم تابعها مزبوط او قرب شوية كده واحنا بنفتحه عمتا هو ده بقى نص ملح عمتا او دي مش دلعة دي اللي فوق الدلعة يعني مو تبصد ممكن بقى توريهالنا في الطبق كده شكلها وهي طالعه كده هيبقى عليها ان هي طرية جدا نصدامنا عمتا هي او هي مخلية اصلا يعني هي لوحدها مش محتاجة ايا حاجة ممكن تتخل مزبوط والفترة احنا رفمينا بزارنا من حاجة تانية تنديك ده هو الفاتحة عمتا اللي هو العشوائيات او الفاتحة اللي هي في حد مثلا موهندت ووهندتها ايوه تلاقي كده المخلي انا فيش ايا حاجة هي طالعه معاك في ايدك بسرعة جدا دي ملحها متوسطة ملحها متوسطة اه زيت لمون اه بالزبط خلاص بالزبط كده ملحها ام ايوه كده معنا اه في برضو الرنجة انت قلتلي بقى ان فيه رنجة واخدة لون اكتر يعني دي بتكون مدخنة زيادة دي الطعم فيها بيكون مركز اكتر في التدخيل بصبت الدكاور ده مثلا من فترة مسلا من نص ساعة زيادة اه هي حتى بيين فيه فرق في اللون يعني ده اغمى وده افنح اه شكلها بالتبور. دايبة خالص دايبة في يدك بالضبط. عادب والسمكية بده مجورد. ما بيبقاش فيها دم بالضبط. اه تعالى بقى دي الملوحة. ده السردين. انا اول مرة اشوف سردين بالحجم الكبير ده؟ بجاز. بجازع. ده بيجي من عمان. اه. ده جاي قصة مستورط. اه. بجاي من عمان. ده جاي من عمان. ده جاي من عمان. ده تقطله زيت يبقى اه. يبقى سردين. اه. يبقى سردين. بالضبط. يعني زيت مشوه. اه. بقى سردين. تعالى نقرف هنا. ده اقلنا. لا هي كبيرة. ما فعلا الحجم انا اقول مرة اشوف سردين كده. انا اوتقارتهم لو. السمكة غيرها اه هي بينا ان هي فعلا متوصية يعني السمكة محترمة مثلا دي بقى الملوحة دي بقى الملوحة من اسوان عدس مثلا يقول لك الفسيخ السمك بيجي من نبروه لكن الملوحة اسوان اساسها زي الفسيخ كده نبروه وكفر الشيخ الملوحة اساسها من اسوان يا جماعة اسوان مش اي حاجة كده زي الفسيخ برضو ليه ناسه المعينة الملوحة برضو نفس الكلام فاسوان بس هم اللي يعرفوا طريقة تخزين ما شاء الله لحمها مقارب على فكرة للفسيخ بس الطعم ممكن يكون مختلف طعم اكيد مختلف هي ملحة اكتر اه دي بقى الناس اللي بتحب الحاجة الحدق بزيادة عكس الفسيخ واللحمة بيكون قليل سعرها كام بقى يعني الملوحة الواجحة حالية انا قامنا بكتر 80 و 300 في الحجم في ملوحة كلابي اه سعرها كام حسب الحجم من 350 و 380 ده احلى حجم اكبر حجمة في الملوحة واحسن طعم السردين بردو كام لان حجمه السردين بردو كام لان حجمه كيلو السردين الحجم ده ب140 جنيه ده سعر السردين اصلا العادي بيكون اصغر من كده لكن ده حجمه كده وجميع ورفعين بالضبط اه الرنجة بقى المدخنة اكب بزيادة اللي عمده انه تكون بزيادة يعني تحسك كده طعمة الخين بردو كام لان ايوه بالضبط مثل انا مش واحدة انه انشحة زيادة ده المدخنة تبقى فيه تياج برنجة وتبقى عدية وتبقى عدية اذا كان مدخنة زيادة دي ممكن عشان عايز تكلها الوحدية اه من غير اي حاجة تتكل عادي زيت بس وفيه ناس ممكن تستغنى عن الزيت عكس التانية لازم زيت شوية لمون اه بتتعامل بزيت ولمون اكتر اللي هي العادية سعر بقى المدخنة كام والعادية كام المدخنة 150 والعادية 130 تمام والفسيخ بردو انت قلتلي حسب الحجمة من 300 مثلا 3 سمكات في الكيلو دوت عامل 380 380 ثلاثة سمكات للكيلو عامل 400 سمكة واحدة كيلو كيلو نص عامل 420 عامل 420 جنيه ده لما بتبقى سمكة كبيرة خاصة من كيلو لكيلو نص اكبر حجم في الفسيخ تمام دي كانت اسعار الفسيخ والرنجة والسردين لشم النسيم هتنخفت بعد شم النسيم بالضبط لان ده الموسم فطبيعي الاسعار بتكون رفعة شوية كل سنة هم طيبين كل سنة هم طيبين اخوتنا المسيحيين طبعا وهم كل عام وهم بألف خير فيا رب يا رب دايما ينعاد على الكل بالخير يا رب فهو يعني بعد شم النسيم الاسعار هتنخفت هو بس عشان عشان موسم يعني انت برضو كاتب الاسعار عندك هنا برضو في الاستاذ معنا مساء الخير كل سنة وحضرتك طيب انت واقف بقالك كتير وانت مستند ان انت تشتلي من عنده الحاجية حمل انت طالع متربي من هنا اه 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 اساسهم هما اصلا في الجيزة اه في الجيزة والد حضرتك كان بيجيب بقى من الجيزة اه 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 هما اصلا اساسا في الجيزة ومعروفين يعني حاجاتهم منتجاتهم الحاجة حيث فول اوبشن يعني في السواحق يعني اه اه طبعا هي المصريين دي عادتنا وربنا وقت علينا عادة ان كل الرجالة اللي زي حضرتك بينزلوا بيشتروا بقى في البيت للأحفاد والأولادهم والزوجتك طبعا موسم 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 يعني ما بتزعلهمش في البيت اه حبيتت تزعل الناس بتوع البيت ايوه طبعا ايوه حضرتك جايبه اتاخد في سيخ ورنجة والاصناف كلها يعني تمام كل سنة وحضرتك طيب وينعاد على حضرتك والاسرة بألف خير الله يخليك اه احمد انا بشكرك جدا متشكرة ليك ولزوجتك وكل سنة وانت طيب مرسي ربنا يخليك